مساء الخير أهلا بكم فيضانة الجنوب تتصدر هذا الموعد الإخباري مرة أخرى أسقطت قتلى ثلاثة أشخاص هم طفلان لقي مسرعهما إثر انهيار أحد المنازل بزاقورا وفي منطقة أزلال جرفت مياه السيول تلميذتين تم العثور على جوثة واحدة منهما فيما تم إنقاذ تلميذة الثانية هذه الصباح الأولى تهطلت على مدينة وزازات تساقطات مطارية نهزت أربعين ميلي مترا تساقطات أدت إلى ارتفاع منسوب جميع الأودية بالمنطقة الوضع الذي أدى إلى اضطرابات في حركة المرورة بسبب انقطاع مجموعة من المحاور الطرقية هذه الصباح هي كطيح تبارك الله الجو مزيان وإنما عندنا الأضرار كثيرة بالنسبة للطريق التي سألت تابونت أنا ساكن في تابونت الطريق رائم سدودة والطريق التي تبفولتها تأيب سدودة لذلك الناس التي تبفولتها ترى ما حصلين والوضع الزازات لا تقدر على هذا الكمل الهائل للشتاء وتقريبا في تانعقل في تسعود وثمانين كانت بحالة كوكين هذا العام أكثر أكثر بزاف وصراحة الله ما قادرينش على هذا الشيء بزاف حمنا الله حمنا الله أشكرناه ولكن بزاف هذا ولا تزال إلى حدود الساعة جل الطرق مقطوعة بسبب فيضان الأودية ونذكر هنا على الخصوص انقطع الطريق الوطني الرابط ما بين وردزات ومراكش وكذا الطريق المؤدية إلى مدينة أكادير منذ الصباح والأمطار غزيرة جميع الشعاب والأودية فاضت عن آخرها أود الذهاب إلى التفولتوت وأنا هنا في انتظار إعادة فتح هذه الطريقة هي تساقطات استثنائية بكل المقاييس أعادت إلى الأذهان سيناريو الأسبوع الماضي الذي تكبدت فيه منطقة الجنوب الشرقية خسائر بشرية ومادية مهمة إلى حدود الساعة جل المحاور الطرقية المؤدية من وإلى ورززات منقطعة بسبب السيول القوية درست جلبه منطقة الجسره